السلام عليكم القوات الإيرانية فعلتها وتوغلت داخل الأراضي العراقية وتحديدا داخل أراضي إقليم كردستان كل هذه نشرت بتفاصيل خطيرة للغاية قبل 24 ساعة تقريبا على الـ NRT باللغة الكردية بهذا الشكل تقرير مهم للغاية عن هذا الموضوع نشرت تماما وتحدث هذا التقرير عن عدد من النقاط التي تأتي هنا على الحدود بين إقليم كردستان وبين إيران وأهم هذه النقاط التي تأتي بهذا الاتجاه من شومان دعونا نقترب من هذه المنطقة تحديدا الحديث هو ليس فقط طبعا عن شومان شومان تأتي بهذا الاتجاه دعونا نأخذ بعض العلامات لهذه المناطق شومان تأتي هنا تقريبا والحديث يأتي بها على هذه المنطقة وأيضا يأتي على منطقة ما يسمى بقضاء بجدر التي يعتبر طبعا مركزها قلعة الدزا التفاصيل التي نشرت بشكل واضح من هذا التقرير هو تحدث ببساطة بأن القوات الإيرانية الموجودة على هذه المناطق تقريبا اقتحمت الأراضي العراقية على مسافة تتراوح بين الكيلومترين وبين ثلاثة كيلومترات وقاموا بإنشاء قلاع وأبراج للمراقبة داخل أراضي كردستان العراق وهذه القلاع يصل عددها بحسب هذا التقرير إلى 57 قلعة من هذه القلاع العسكرية الإيرانية وبالإضافة إلى ذلك أن هناك تحليقا من الطائرات المسيرة الإيرانية بشكل مستمر فوق شومان وفوق هذه المناطق تحديدا من أجل مراقبة ما يجري في هذه المنطقة وهذا يوضح بأن هذا التقرير يوضح بشكل واضح بأن الإيرانيين الآن تمكنوا أو شكلوا منطقة آمنة كما تفعل طبعا وكما فعلت تركيا مع شمال العراق أيضا على أقليم كردستان وأيضا مع شمال سوريا ولكي نفهم هذه التفاصيل بشكل أكبر لنذهب إلى القمر الصناعي لنفهم ما الذي جرى بالضبط إذا ما أخذنا بهذه المعلومات بشومان هذه هي شومان وهذه هي المنطقة الجبلية وواضح جدا الخط الصفري أو الخط الحدودي مع إيران دعونا نقترب من هذه المنطقة الجبلية قلينا لكي نرى هذه المنطقة هي منطقة وعرة ولكنها مهمة على المستوى الاستراتيجي إذا ما حاولنا على سبيل المثال أن نأخذ هذه الجبل نحاول مثلا أن نقترب إلى هذه النقطة حتى هذه النقطة تقريبا نصل إلى كيلومترين بعض النقاط تصل إلى ثلاث كيلومترات بعض النقاط تصل إلى كيلومتر ونصف حسب الوضع طبعا والنقطة الاستراتيجية التي تخذتها إيران وعلى هذا الأساس نأخذ مثالا ونذهب مباشرة إلى النقطة الصفرية في الحدود وكأننا نحن من حرس الحدود من حرس الحدود الإيراني على سبيل المثال سنلاحظ بأننا نقف الآن المنظر يبدو واضحا ولكن ليس واضحا كثيرا ولكن عندما تتقدم فستجد نفسك على هذه القمة ستلاحظ كل شيء بالتفاصيل وبدقة أعلى نقطة أخرى على سبيل المثال في هذه المنطقة ستلاحظ بأنك أمام نقطة عالية للغاية على الحدود لكن ليس هناك شيئا واضحا تتقدم ثلاث كيلومترات قليلا وستجد نفسك أمام الصورة واضحة تراقب كل التفاصيل تذهب إلى اليمين على سبيل المثال من نفس النقطة التي نتوقف عليها الآن ستلاحظ تشومان وكل تفاصيلها بشكل أفضل من النقطة التي تحدثنا عنها بالذهاب إلى الشمال على سبيل المثال ستلاحظ أيضا بأنك ترى كل شيء بشكل جميل وبشكل واضح وكانت هناك لقطات مهمة جدا نشرتها NRT عن هذه المواقع وهذه الأبراج وستلاحظون تماما هذه المواقع التي تحدث عنها التقرير بأن الإيرانيين قد شيدوها وأنهم يراقبون كل صغيرة وكبيرة تأتي داخل أراضي إقليم كردستان بالنسبة للإيرانيين يراقبون طبعا الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في الإقليم لأنهم يتهمونهم ببساطة بأن هذه الأطراف تمرر السلاح للمحتجين المتظاهرين في الداخل الإيراني ويؤججون الوضع ولهذا في الإقليم الوضع كان صعبا للغاية منذ سبتمبر الماضي الكثير من القصف بكل تأكيد على هذا الأساس واضح بأننا أمام نقاط ليست عادية أبدا وإذا ما حاولنا نأخذ بعض من هذه اللقطات المصورة مثلا هذا البرج على سبيل المثال لنقترب من هذا البرج أو من هذه القلعة إن صح التعبير سنلاحظ بأننا ببساطة أمام هذا السياج لاحظوا هناك سياج واضح جدا أمامنا وبأن السياج واضح جدا بأنه ليس من ضمن المنطقة أو من ضمن القلعة القلعة تبدو أقرب ولو كان هذا السياج ولو كانت هذه القلعة مع السياج أو من ضمن السياج أو من ضمن النقطة الصفرية هذا السياج طبعا من المفترض أن يمثل النقطة الصفرية بين إقليم كردستان وبين إيران الواضح جدا بأن هذا السياج يأتي خلف هذه القلعة واضح أن الإيرانيين تقدموا وأنشأوا هذه القلعة من هذا الفتج والصور التي نشرت من قبل NRT وإذا ما أخذنا لقطة أخرى من جهة أخرى لنفس هذه النقطة ستلاحظ بأن السياج بعيد للغاية ولا شيء يأتي لاحظ بعيد للغاية لا شيء يأتي واضحا مع هذه القلعة القلعة قريبة للغاية وهو يوضح بأنهم في آخر نقطة جبلية مطلعة على هذه المنطقة وهو يفسر لماذا هذه الكاميرا تأخذ الصورة كاملة لهذا البرج أو لهذه القلعة التي نتحدث عنها وبالنظر إلى هذه القلعة الكبيرة التي شهيدت أيضا نفس المنظر تماما ستلاحظ بأن السياج بعيد السياج يأتي خلف القلعة واضح جدا أن السياج لا يأتي واضحا مع هذه القلعة والقلعة واضحة بكل تفاصيلها التي يتواجد عليها الجنود الإيرانيين وبالتالي هم يراقبون كل صغيرة وكبيرة فعلا ويأخذون الإحداثيات هي تفتح الكثير من الإحداثيات لمستقبل عمليات قد تكون خطيرة وبالتالي هذه الصور هي ليست بالعادية أبدا وأيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه إلى قضية بأن كردستان 24 تحدثت بشكل واضح بأن هناك نقاط ليست مخترقة هي توضح بأن الإيرانيين لم يأخذوا المنطقة كاملة كما فعلوا الأتراك ولكن أخذوا نقاط معينة هنا تشومان مرة أخرى إذا ما ذهبنا إلى منفذ حاج عمران الذي طبعا أغلق بحسب مصدر ومصادر كثيرة نشرت عن هذا المنفذ تحدثت كردستان 24 بأن هذا المنفذ لم يخترق نهائيا وليس هناك خرقا إيرانيا في هذه النقطة ولكن أيضا على المستوى العملي هذا المنفذ هو يأتي منخفضا المنطقة منخفضة مقارنة بالجبال التي رأيناها في تشومان وغيرها وبالتالي المنفذ قد لا يكون منطقيا أن تكون هناك قلاع وأساسا هناك قلاع إيرانية موجودة قبل هذه القلاع التي تحدثنا عنها في هذا الاتجاه على سبيل المثال وهذه فرصة لكي نرى القلاع التي تحدثنا عنها مع النقطة الصفرية أو الحدود الصفرية على سبيل المثال هنا سترى هذه واحدة من القلاع هم لديهم هذه الاستراتيجية هي موجودة لاحظ هي خلف الحدود خلف الحدود مع أقليم كردستان ليس هناك أي خرق هذه نقطة أخرى لا خرق أبدا من قبل الإيرانيين في هذه الصور طبعا الغير محدثة من الأقمار الصناعية لكن التقرير المحدثي وضح بأنهم من السياج ومن المقارنة ومن التقرير واعتمادا على هذا التقرير نحن أمام خرق ليس بالعادي أبدا كذلك يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة أن التقرير تحدث بأن هذه الأمور بدأت تتطور في الأيام القليلة الماضية وأيضا يجب أن ننتبه بأنهم ينشئون قلاعا عسكرية بحسب التقرير وما ذكره وهذا يوضح بأن هذه القلعة من الواضح جدا أنها لن يتم إنشاؤها بيوم أو بيومين هي تحتاج لعدة أيام وهذا يعني بأن هذه التفاصيل وهذه التطورات كلها جاءت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي السيدة محمد شاع السوداني إلى إيران والاتفاق مع إيران على مسألة الأطراف الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان لمنع أي تقدم إيراني بري والمشكلة أنها أرب ويكلي اللندنية تحدثت يوم أمس عن طبيعة الاتفاق وأكدت أن الاتفاق هو نشر حرس حدود من القوات الاتحادية وقوات البيشمرقة وأيضا أن الحكومة إقليم كردستان يجب أن لا تدعم الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان إغلاق المقار هي التفاصيل التي سمعناها كثيرا في اليومين والثلاثة أيام الماضية حتى قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران وهنا المشكلة التي تطرح هل هذه التطورات التي نتحدث عنها الآن ودخول القوات الإيرانية بهذا الشكل إلى هذه الحدود هي من ضمن الاتفاق الذي جرى مع العراق هل هي تعني بأنه تمت الموافقة على هذا التفصيل مع نشر القوات العراقية مع قوات كذلك البيشمرقة في هذه النقاط وكما هو الحال مثلا على سبيل المثال مع تركيا وأيضا السؤال ما هو الاتفاق مع تركيا بما أننا سمعنا كثيرا بأنه سيكون هناك أيضا نشرا أن القرار أيضا يشمل الأتراك وبالتالي هذا يعني أيضا أن القوات العراقية أو حرس الحدود سيكونوا موجودين مع الأتراك إذن هل أن الإيرانيين الطلبوا أن تكون الأمور كما هو الحال مع الأتراك وأن تكون لديهم منطقة آمنة مع وجود قلاع وغيرها من هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها هو أمر بالفعل بعد هذا التقرير يجب أن يكون فيه تحقيق ويجب أن نظر إليه بشكل واضح لأن الاتفاق الذي سمعنا عنه سرب عنه الكثير ما ظهر من تصريحاته من رئيس الوزراء العراقي لا تتطابق مع ما ظهر فالإيرانيون الداخل على مسافة ثلاث كيلومترات لكن الأهم في هذه المسألة الواضح أن إيران تريد أن تتخلص من الضغط وضغط التركيز على تظاهرات التي تجري في الداخل الإيراني واضح بأن إيران تريد أن تبقي المشهد وأن تحول المشهد من داخل إيران إلى أقليم كردستان كما تحدث العديد من الخبراء في السابق مثل مايكل نايتس على سبيل المثال منذ شهر أكتوبر الماضي قد تحدث عن هذه المسألة الولايات المتحدة الأمريكية لا تركز فقط على التظاهرات وأنما هي بدأت تضغط الآن على العصب النووي الإيراني روبرت مالي المبعوثة الأمريكية الخاص لإيران كان قد تحدث يوم أمس في لقاء مهم على الفورن بولسي لقاء كان مسجلا وكان قد تحدث ونقل عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن رئيس الأمريكي جو بايدن أبلغه بأنه سيختار الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية كملاذ أخير لم تأتي الضغوط أو العقوبات أو الدبلوماسية بنتيجة فالولايات المتحدة الأمريكية ستضرب المنشآت النووية وذلك بسبب أن إيران اتخذت قرارا برفع تخصيب اليورانيوم في منشآت فوردو بنسبة 60% وبالتالي هي تخصب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو وتخصب اليورانيوم بنسبة 60% في نتانز وهذه نسبة عالية للغاية سيصلون إلى 90% وهذه درجة تخصيب عالية تصل إلى القنبلة النووية المثير أن هذا التصريح يأتي مباشرة بعد انتهاء المناورات الأمريكية الإسرائيلية الكبيرة والخطيرة التي تدربوا فيها على مسألة مهاجمة المشآت النووية وقصف المشآت النووية الإيرانية بهذه الطريقة بعد الاختتام الذي عرضوا فيه رسالة واضحة جدا لإيران جاءت هذه التصريحات من روبورت مالي وأيضا ظهرت هذه الطائرة التي ترونها الكيسي 135 سترارو تانكر التي هي تعمل على عملية تزويد الوقود وهي تزود الوقود للطائرات الإسرائيلية الـ F-16 ومن حسن الحظ أن هذه الطائرة هي الطائرة الوحيدة التي ظهرت بعد هذا الاستعراض الذي رأيتمونه على الفلايت ريدار 24 وظهرت بهذا الشكل وهي توضح بأن عملية المناورة والرسالة التي جاءت في المقطع الذي رأيتمونه هي كانت على البحر المتوسط وبعدها عادت أدراجها هذه الطائرة بهذا الشكل ليوضح أن الاستعراض كان حاضرا هنا وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة واضح نوع الطائرة كيسي 135 أيضا عندما تنظر إلى هذه الطائرات التي حلقت الرسالة واضح أنت لا تحتاج فقط إلى بيانات وإلى كلام إعلامي ولكن تنظر لما تحمله هذه الطائرة بالاقتراب من هذه الطائرة الطائرة الـ F-15 نوعية القنابل التي تدرب عليها في البحر المتوسط في سيناريو لضرب المشآت النووية الإيرانية هي قنابل من قنابل مخترق القبو من القنابل التي تضرب المشآت النووية تحت الأرض وتدمرها وتدريبات تمت من دون حضور طائرات الـ B-52 أو طائرة الـ B-2 القادرة على حمل القنابل الثقيل لضرب المشآت النووية تحت الأرض وهذا يوضح أن التفاصيل أنهم لعبوا على التفاصيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه التدريبات التفاصيل المعلوماتية عندما تلاحظ هذه الصورة ستلاحظ أنت أمام طائرة F-35 واحدة، اثنان، ثلاثة، أربع طائرات من طائرات الـ F-35 الإسرائيلية وهنا طائرات الـ F-15 أيضاً أنت أمام أربع طائرات من طائرات الـ F-15 والتفاصيل التي نشرت عن هذه التدريبات بأنهم تدربوا على مسألة جمع المعلومات تحديد الأهداف وبعد ذلك مشاركة المعلومات مع الشركاء أي بما معنى أن الـ F-35 القادرة طبعاً على التحليق كيفما تريد وكما تريد فوق الأجواء الإيرانية من دون أن تكتشف إيران هذه الطائرات هي ستجمع المعلومات ستحدد الأهداف وتشاركها مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتجه مباشرة لضرب المفاعلات النووية وطبعاً الطائرات الـ F-15 يجب أن ننتبه هي ليست قليلة هي قادرة على حمل هذه القنبلة الـ GPU 72 وهي واحدة من أخطر القنابل طبعاً التي جربوها العام الماضي في شهر أكتوبر وهي تعتبر من الطائرات الخطيرة أو من القنابل الخطيرة وبالتالي الـ F-15 الـ B-52 وغيرها رسائل كثيرة رسائل صعبة رسائل معقدة والوضع يبدو معقداً للغاية